كذلك الله سبحانه وتعالى يحب في حديث الترمذي سمح البيع سمح الشراء سمح القضاء يعني إذا بعت قالك نزل لي أنت سمح نزله وإذا تشتري والباع يقول لا أبيع إلا بكذا خذ خليك سمح سلفت واحد يقول عطيني لو سمحت سمح القضاء وإذا طالبك بالدين خذ يا أخي حقك على الطول من غير اللجلجة ولا مطمطة الله يحب السماحة الله يحب لين الجانب وخفض الجناح الله يحب تأخير المعسر وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة عند البيهقي في الشعب شعب الإيمان إن الله يحب العفيف المتعفث وكذلك الله يحب غيرة المؤمن أنه ما تنتهك حرمات الله عنده كذلك الله يحب المؤمن القوي قال والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف القوي في إيمانه القوي في رأيه القوي في جسده القوي في علمه وخبرته الله يحب الأنصار هل تحبون الأنصار؟ هل تحبون أنس بن مالك؟ سعد بن معاذ؟ سعد بن عبادة؟ أبي بن كعب الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار والله نحب الأنصار قال عليه الصلاة والسلام في الحسن والحسين اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما ونحن نشهد الله أننا نحب حسنا وحسينا ابناء علي وفاطمة رضي الله عنهم جميعا جاء في الحديث الصحيح إن أحببتم أن يحبكم الله ورسوله فأدوا إذا أتمنتم يعني أدي الأمانة واصدقوا إذا حدثتم وأحسنوا جوار من جاء وركم الله يحب الزهد في الدنيا إذهد في الدنيا يحبك الله ما هو الآن الناس قاتلين أنفسهم على الماركات يذبحون أنفسهم من أجل الماركات لازم يتشيل شنطة ماركة وقلم ماركة وكذ مذريش ماركة كل ماركات وهوس هوس اذهدوا يا يعني نحن ينبغي علينا أن نحاول نحاول يعني إخراج الدنيا من قلوبنا ولكن نأخذ منها ما نحتاجه في معيشتنا لكن بدون ما يكون القلب هلوعا متولعا عاشقا لها منغمسا فيها الله يحب الذين يتجالسون فيه وجبت محبتي للمتحابين فيه والمتجالسين فيه والمتزاورين فيه والمتباذلين فيه ما تحب رجلا في الله إلا كان أحبهما إلا الله عز وجل أشدوا محبا لصاحبه أيها الإخوة والأخوات كانت جولة مع محبوبات الله من الأقوال والأفعال والأشخاص والأماكن والأخلاق والصفات نسأل الله أن يحبنا وأن يرزقنا محبته وحب من يحب أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته